كل مرشح من المرشحين قال برامجه كاملة سواء كانت شديدة المعارضة للدولة وفي تنوع بين المرشحين أيضا وفي تنوع وهو كل واحد خد حقه من مؤتمراته هم نفسهم المرشحين وأنهم على أقصر يسار هم نفسهم قالوا أن الانتخابات على الحقيقة كانت انتخابات حقيقية انتخابات نزيهة ما فيش مخالفات في الصناديق فإحنا شايفين المشد ده مشجع مشجع لعدة أسباب أنت محتاج إحنا محتاجين ندي رسالة قوية للعالم يعني هو أنا كنت يعني مش عايز أسبق الأحداث بس عايز أقول أنه يعني إذا ما كان هذا هو مشهد الانتخابات فأعتقد أن تعامل العالم مع مصر وفقا لهذا المشهد الحضاري المتطور المختلف هيكون يعني مختلف خلال الفترة المقبلة وأعتقد أنه ده كمان هيكله انعكساته على الاستثمارات انعكساته على العلاقات المصرية اللي هتأخذ أكيد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة طبعا إحنا دلوقتي بالنسبالنا أي حد يجي يقول حقوق إنسان انتخابات ديمقراطية هو بالنسباله هما في الشارع دلوقتي هو أنت تنزل تصور عشان الكلام ده اللي مش هنقعد نسمعه إني ما فيش تاني هتسمعه في مصر تاني خلاص هذه مرحلة انتهت من تاريخ مصر إحنا مش هنسمح لك أنا هنيجي نقول لك إنت بالنسبالك تعالى شوف الانتخابات بتاعتنا إنت موجود في الواقع هنزل شوف اسأل الناس صور فهو إحنا بالنسبالنا ده عصر بداية عصر جديد ورؤية جديدة للعالم رؤية جديدة للعالم هو هتحطك على مكان على مكانه على الخريطة مختلف طبعا لي أثار كبيرة جدا في الاستقرار أنت بتعملي نظام سياسي مستقر ليه شرعية كبيرة مؤيد بالملايين ده هيؤثر طبعا في طبيعة الاستثمارات دي دولة مستقرة دولة ديمقراطية حقيقية دولة فيها تعددية فيها شفافية مش خايفة من حاجة كله معروض وشفاف يبقى بناءا عليه هذا وقع استثماري جيد في الداخل أيضا الناس هتطمئن أنها بالنسباله مساحة الحرية واللي الناس بتتنفسه ده بيدي نوع من أنواع الفاعلية والمصارعة والإنتاجية والمشاركة والمشاركة في الواقع حيكون لي أثر كبير جدا في المستوى الاجتماعي وسينعكس في المستوى الاقتصادي علاقات الدول يعني هو الناس شايفة لما هي المصر بهذه القوة وهذا التأثير في الإقليم هي العنوان الصحيح للاتفاقات الاستراتيجية عنوان صحيح للتحالفات المهمة والكلام ده مما لا شك فيه سينعكس في الواقع الاقتصادي وعلى حياة المواطنة المصالح الاقتصادية هي الدول لا تتحدث إلا بمصالحها الاقتصادية والحياة السياسية هي مكملة لده بشكل أبار مشاركة هتجي بقى الناس بتوعية التصنيفات وشكل القدم في مصر والمستقرة والغير مستقرة أثروا على السياحة يعني أثروا على كمان الزوق العام المصري أنت منزلة ملايين في الشارع وانت مطمئنة يعني الناس نزلة في الشارع وقفة في طوابير منظمة ده نقدر نبني عليه كتير في السياحة وفي شكل مصر وفي الضوق العام وإحنا نفسنا بقى نقدر يعني نحلم أحلام كبيرة في الكلام ده كل الكلام ده ده نعكاس كبير جدا على الوضع الاجتماعي يعني تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي وشكلك ومكانتك في الإقليم والعالم صحيح طيب يعني هتوقف مع حضرتك شوية عن فكرة الأجيال الجديدة يعني نحن الآن نصير مستقبل للأجيال الجديدة والحقيقة أنه يعني الدولة استطعت خلال فترة الماضية تحقق إنجازات في مجالات عدة يعني واهتمامها بالشباب أيضا بشكل أكثر تحديدا ده كان واضح بصورة كبيرة تأتي مشاركتهم في رأي حضرتك سواء كان خلال هذه الفترة أو في الانتخابات في الخارج نظرا لرؤيتهم أنه ما يصنع الآن هو يصنع لمستقبلهم آه طبعا وبعدين احنا فيه زاهرة مرتودة من غرف العملات المركزية والمرتبطة بالحملات الرئاسية فيه زاهرة غريبة يعني احنا فجئنا بيها نعملين نشوف حاجات في الانتخابات دي يعني غير متوقعة يعني نسبة المشاركة من الشباب تحت التلاتين كبيرة جدا صحيح هنا كان عندنا مشكلة في الجيل اللي هو طالع من بعد من بعد 2011 إن هو الحس الوطني كان بيمرس عليه من خلال النت عملية تفكيكية وعملية تحريضية على الدولة وعلى المجتمع وتشكيك وتفكك أسري ليه شكل معين حس كده إن هي الدنيا يعني الانتخابات دي بالشكل ده حسنا الدنيا الجهد اللي اتعامل لامم الدنيا وفي درجة من التماسك الأسرة اللي حريصة زي فيما شاهد جميلة واخد أبنائها هي حبة الكلام وشايفة إن هو الكلام ده الناس ده أولادي المفروض يتربوا عليه هو هيبدأ هو ماشي رايح سامع الأغاني الوطنية والعالم وفاهم اللحظة دي بتعبر عن إيه